بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ملا سهل إلا ما يجعل التو سهل لأنه بقدرتك تجعل الصعب إذا الشيط سهل معاكم أخوكم عمر سليم نعم شغال في مجال الاستشارات الأندسية إن شاء الله هنتكلم مع بعض في برنامج Revit وطبع شركة Autodesk هو برنامج Revit بيعتمد على تكنولوجيا اسمها BIM Building Information Modeling باعتمد أنه يعمل نموذج للمبنى نموذج كامل المبنى كأنه حقيق قدامك كأنك أنت عامل مكتل المبنى قدامك فشاف كل التفاصيل اللي موجودة كأنها حقيقة فلو جالي زبون مثلا عايز إن أنا نصممه الويت بوروله حقيقة فتلاقي Automatic بيقول لك لأ طبعا أنا مش عايز الباب دوت هنا لأ ده أنا عايزه مثلا من ناحية ده مثلا أنا مش عايز يبقى فيه قضاء هنا يعني هيبدأ يقول لك رأيه عكس لما بدهله كد ما بقاش أصلا متخيل الموضوع فبيقول لك آه 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 وسعى التنفيذ بيقول لك لأ ده أنا عندي فيه حاجة أنا متنسبنيش أو متنسبش المنطقة لأ أنا في البي اي اي ام في التكنيرش البي اي اي ام في برنامج الريفت اللي حنا نتكلم عليه بيبدأ يشوف المشاكل ويبدأ يحلها ويبدأ إحنا ما إحنا نشغالين لو فيه أي حاجة بتظهر قدامنا بنحلها باش بيتستنى لما يجي ينفذ ويكتشف إن فيه حاجة حنا نشو يخضي ببالنا منها لأ تقريبا كل المشاكل بتظهر معنا في الريفت بنبدأ نحلها الحمده الله دي أكبر مزايا بمزايا الريفت لو واحد جديد هل يدخل في الريفت على طول ولا يبدأ أوتوكاد لا مفيش مشكلة إنه يبدأ في الريفت على طول الموضوع بسيط بالعكس برنامج الريفت أسهل من الريفت كتير فيه مشاكل كانت موجودة في الريفت وموجودة في الريفت الواحد لما بيجي مثلا واحد بقى له سنين موجود في الريفت وراح للريفت فتلاقي يقولك إيه أنا عايز أمر كذا لأ ده هي ده برنامج وده برنامج ده تكنولوجيا وده تكنولوجيا فما تحاولش تتطور تقول لا ده هناك كان فيه حاجة معينة بيضور عليها لأ انت راح تكنولوجيا جديدة بتبدأ تعرف عليها وبتبدأ تأقلب نفسك عليها وإن شاء الله باش تتلاقي حاجة نقصوه بس اعرف ان انت في تكنولوجيا تاني مختلفة ما تروحش الصين وتقول فين برجة يقفل المائل للك مش موجود يقولك لا ده البلد وحشة لأ السين فيها مزارات سيحية مختلفة عن إيطاليا عن بريطانيا كل مكان لتكنولوجيا وللمزارات سيحة بتاعتها فاحنا هنا عندنا الريفت بعتمد على التكنولوجيا اسمها البي اي اي ام ان شاء الله نحاول نتكلم عنها بالتفصيل في المحاضرات اللي جاية ونتكلم عن كذا برنامج ان شاء الله نعمل سلسلة محاضرات في نفس وورك في الكوتيكت في كذا برنامج نحاول نتكلم على قد ما نقدر ان شاء الله ان شاء الله دلوقتي احنا هنشغل ان شاء الله على ريفت 2018 انا كنت موقف في الشرح لحد بنزل ريفت 2018 فنزل الميزة اللي عجبتني فيه ان انا كنت الاول في 2011 و10 والإزارات السابقة ببطار نستطب الارتتكشور الواحده ورفت استرقشور الواحده بعد كنا ستطب الارتو ديسك ريفت مي بي يعني بحاجة شغل الثلاثة لا دلوقتي بهمة الثلاثة في برنامج واحد وانا بسطب ممكن اقول له سطب الثلاثة مع بعض او اقول له انا عايز واحد في يوم او اتنين زي ما انا عايز ومن هنا بلاقي اختار الارتكشور او استرقشور او مي بي وابدأ اشتغل منهم الكل هم موجودين في نفس البلنامج فده يوفر علي وقت ومساحه وشغل وكل حاجه طب فرض مثلا ان انا في شغل مش محتاج الارتكشور خالص ممكن اجينا مقايمة ريفت اوبشن وقول له انا مش عايز الارتكشور من يزور انترفيس وقول له مش عايز الارتكشور ودوس اوكي مقايمة اختلفت حكم استخالص بدلا مما كانت اوقف كباية رأسي ما فيش اي مشكلة تمام من ضمن المزايا في الارتكشور انه بيغنين عن اكتر البرامج يعني بيغنيني يكاد مثلا بنسبة كبيرة جدا بيغنيني على 3d max بيغنيني عن الفوتوشوب يعني بعمل رندر في الارتكشور في الارتكشور في ريفت 2013 بتعدلات في السلالم كويسة لو دخلنا في الفي بي نشرح كل حاجات بالتفصيل ان شاء الله بلاي ايديات الفلتر لست ان انا ممكن اقول له مثلا نعايز الحاجات الخاصة بالالكتريكال بس ابدأ اختار منهم تمام دي ميزة مقايمة في الارتكشور السابقة في شوية حاجات هنبدأ نتكلم عنها وان شاء الله نبدأ نشرح مع بعض بنامج ريفت بالتفصيل وبالترتيب ان شاء الله اخوكم مع امرسلين شكرا